السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ومحمد وعلى آله واصحابه أشهد أن لا إلهي لله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد حياكم الله أخواني خواتي في حلقة جديدة برنامج آية وفايدة يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة عن الصيام شهر رمضان أياما معدودات طبعا هذه الآية أو فقط الكلمتين من الآية فيها فائدة مهمة جدا أن رب العالمين يهون على المسلمين قضية الصيام يعني الرسالة هي أن أيها المسلمون أنا أمرتكم بالصيام والصيام لا شك أنه امتناء عن الشهوات ولكن هذا الصيام لا يستمر طوال عام هو فقط لأيام معدودات 29 أو 30 يوم يعني بالسنة اثناء الشهر أنا اللي طلبت منكم فقط شهر واحد ليه أقل من يعني أقل من 10% واحد من 12 فهذه فيه فائدة مهمة جدا إخواني خواتي إن الإنسان علي أن يهون على الناس قضية الطاعة ما نحاول نصعبها عليهم كما قال الله سبحانه وتعالى أياما معدودات وبالفعل نحن نعيش هذا الأمر يعني لما ينتظر المسلمون شهر رمضان بفارغ الصبر انتظار المحبين فيدخل الشهر ونفرح بالصيام والقيام والقرآن والصدقة وصلة الأرحام اليوم الأول اليوم الثاني بعدين سبحان الله ندخل على العشر الأواخل بعدين إعلان العيد سبحان الله بالفعل نشعر بهذه القضية قضية أياما معدودات فالإنسان الرابح والذي صامها لله سبحانه وتعالى أقصد هذه الأيام ثم قال الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر مرة أخرى في قضية التسهيل وتبسيط الأمور يعني شوفوا شون أخواني أخواتي رب العالمين يريد أن يسهل الأوامر علينا فأول شيء قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فشون هوا علينا ترى يا مسلمين الشيء هذا مو جديد لقبلكم كانوا يصومون وأنت الحين تصومون هذا نوع تسهيل نفسي وكذلك قال أيام المعدودات يعني هو مو أشهر طويلة فقط أيام معدودات وكذلك سحل علينا رب العالمين وبسط علينا الموضوع إن الإنسان المريض والإنسان مسافر لا تصوم فعدة من أيام الأخر أنت مريض مو مشكلة لا تصوم أفضر أنت مسافر لا تصوم أفضر طيب شلون يعني خلاص ما أقضيهم لا أقول لا تقضيهم بعد رمضان فعدة من أيام الأخر إذا رجعت من السفر وإذا برأت من السقم اللي فيك فقضي هذه الأيام فشوفوا شلون الإنسان المسلم يعيش في أريحية مع كلام الله سبحانه وتعالى فإذن يقول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وشوفوا بعد التسهيل وعلى الذين يضيقونه فدية طعام مسكين إنسان يجد صعوبة في الصيام يعني العلماء يستخدمون يعني يستدلون بهذه الآية على الإنسان الكبير في السن الذي يشق عليه الصيام مشقة عظيمة فش اللي عليه يقول خلاص أطعم عن كل يوم مسكين مسكين وكان أنس رضي الله تعالى أن يفعل هذا الأمر أنس من الصحابة رضي الله تعالى عنه الذين عمروا مات في سنة 93 كما هو مشهور وعمره فوق الإمية سنة فلما كبر في السن صعوب عليه الصيام فماذا كان يفعل كان يحضر ثلاثين مسكين بعد رمضان ويطعمهم ليش؟ لأنه ما قدر يصوم الشهر فشوفوا شنون رب العالمين يسهل علينا الأمور ويهونها علينا أن أنت مريض أو أنت على سنة فعدة من أيام أنت تجد المشقة الشديدة بسبب كبر السن فش تسوي؟ تطعم عن كل يوم مسكينة أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتسير منه بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم طبعا هذه هي قاعدة أن الإنسان الذي يتطوع ويزداد في الطاعة طيب هذا خير له يعني واحد يقولك لا أنا أقدر أصوم وكذلك يعني أطعم المساكين يقول خير على خير هذا الأمر طيب أنك أنت تستطيع صيام رمضان تصوم رمضان وكذلك تطعم المساكين زاك الله خيرا هذا الأمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى طيب وبعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى وأن تصوموا خير لكم لو كان الإنسان مخير بين الأمرين طبعا هذا في بداية الإسلام قضية صيام رمضان جعت على التدريج في البداية ما كان شهر رمضان واجب الصيام طيب في السنة الثانية أوجب الله سبحانه وتعالى صيام رمضان لكن على التخير اللي ما يريد يصوم يطعم لكن شنو الأفضل الصيام وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فهذه من الأمور المهمة في الشريعة وهي يدلك على سعة الشريعة بسهولة الشريعة أن رب العالمين فرض الصيام على التدريج يعني في البداية في بداية الدعوة ما كان صيام شهر رمضان واجبا فرض صيام رمضان في السنة الثانية يعني العلماء يذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام صام تسع رمضانات من السنة الثانية إلى السنة العاشرة السنة الهدعش توفي النبي عليه الصلاة والسلام قبل بلوغ شهر رمضان طيب لكن كان في البداية قضية التخير طيب اللي يريد يصوم أحسن اللي ما يريد يصوم يطعم بعدين لا أمر الله سبحانه وتعالى بالصيام فمن شاهد منكم الشهر فليصمه بعد أن كان على التخير صار على الوجوب فيجب على كل من شهد شهر رمضان أن يصوم إلا طبعا الاستثناءات الإنسان المريض الإنسان المسافر الإنسان اللي يكون عنده عذر المرأة الحامل والمرضع على التفصيل اللي يذكره الفقهاء لكن احنا المقصود الفائدة هي قضية اليسر في الشريعة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما جعل عليكم في الدين من حرج هذه تعتبر من الأساسات المهمة أخواني أخواتي في ديننا الإسلام اللي هو الدين السماحة كما قال عليه الصلاة والسلام وعثته بالحنيفية السمحة وهذا أمر ضروري أن احنا نتعلمه في ديننا وكذلك ننشره للعالمين لازم غير المسلمين يعرفون هذه القضايا قضايا أن الدين دين يسر إن هذا الدين دين يسر ما يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال ولا ينشاد أحد منكم الدين إلا غلبه واحد يبي يدش بمعركة مع الدين لا أنا راح أسوي هالشي يعني خلني نقول واحد مريض ويغصب نفسه أن يصوم نقول لا واحد كان سبحان الله يعني مسافر وتعبان فالصحابة ملتفين حواليه شفيه هذا تعبان ليش صايم فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر صوم بالسفر ليش تشدد على نفسك أنت دام منك تعبان بسبب السفر أفطر إذا أنت كنت بصحتك وعافيتك في السفر وما عليك تعب وتبيت صوم صوم لكن توصلت إلى مرحلة مشقة فأفطر هذا ليس من الدين فالدين قائم على السماحة واليسر ورفع الحرج فلسأ الله سبحانه وتعالى أنه جعلنا من الميسرين لا المؤسرين أزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته